وقال رئيس الوزراء ان تحريك اسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة اسعار السولار لاول مرة منذ ثلاثين شهرا موضحا ان مصر واحدة من عشر دول على مستوى العالم هي الارخص في تسعير السولار بالرغم من الزيادة اللي حصلت امبارح ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من ارخص عشر دول على مستوى العالم وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من ارخص عشرين دولة على مستوى العالم ومبارح انا يمكن يعني تبعت بنفسي النقاش اللي حصل ان يعني بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا احنا ما نقرنش هذا الموضوع السعر بكام لازم نقرنه بمستوى دخل الفرد وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع لكن هناك حقيقة لا جدال فيها مصر من ارخص دول العالم من ارخص عشر دول في تسعير السولار انا عايز اقول حاجة مهمة جدا اذا بصينا على العالم السولار دائما هو اغلى منتج في المواد البترولية احنا عندنا العكس في مصر لما نيجي نبص على الاسعار بنحط السولار دائما هو ارخص شيء لانه هو متواجد عندنا بظروف مصر السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروبسات وبيشغل وسائل النقل العام بيشغل المواتير بتاعت المية والجرارات الزراعية فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نتحمل الجزء الاكبر من الزيادة ونمرر ابسط شيء للمواطن المصري